السلام عليكم وأهلا بكم متابعين الأوفية في قناة موجز الأخبار يتجدد موعدنا اليوم مع جديد الأخبار والآن إليكم أبرز العنوين مخرجات وأوامر اجتماع الحكومة بترأس سيادة الوزير الأول نذير العربوي تطبيقا لتعليمات سيادة الرئيس عبد المجيد تبون وجلسة علنية لطرح عشرة أسئلة شفاوية في مجلس الأمة وأيضا تصريحات سيادة رئيس المجلس الشعبي إبراهيم بوغالي في ختام اليوم البرنامالي وكذلك ذكر جملة من الانشغالات وتساؤلات من أعضاء اللجنة في المجلس الشعبي وقبل البدء في التفاصيل الرجاء متابعين لا تنسوا أن تعطروا أفواهكم بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تبخلوا عليه فإنه شفيعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون ولنتابع تفاصيل مع أول خبر ترأس سيادة الوزير الأول نذير العربوي اجتماعا للحكومة والذي قد خصص لدراسة عدد من الملفات تتعلق بترقية حكمة الرقابة المالية العمومية تنفيذ الإحكام القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسهير المالي الهادف إلى تكريز مقاربة جديدة لمراقبة النفقات ووفقا لبيان لمصالح الوزير الأول فقد استمعت الحكومة إلى عرض بخصوص تنصيب المقاطعات الإدارية السبعة الجديدة والتي أمر بها سيدة رئيس الجمهورية عبد المجيه تابون باستحداثها بتاريخ الثامن والعشرون ديسمبر الفين وثلاثة وعشرون تجسيدا لالتزامه القاضي بإصلاح التنظيم الإقليمي وسير الإدارة المحلية بشكل يتماشى مع تطلعات المواطنين في تقريب الإدارة من المواطن وكما تدارست التدبير والترتيبات المتخذة بما يضمن تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب تنفيذا كذلك لتعليمات سيدة رئيس الجمهورية بهذا الخصوص وفي نفس السياق وقفت الحكومة أخيرا على المراحل النهائية لإنجاز مشروع التهيئة الطبيعية والبيئية والترفيهية لواد الحراش المرتقى بانتهاء إشغاله في شهر مارس من السنة الجارية وكذلك مع خبرين ثاني مغير جلسة علنية لطرح عشر أسئلة شفوية على أربعة وزراء من مجلس الأمة حيث يواصل مجلس الأمة جلساته العلنية اليوم الخامس على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر المجلس تخصص لطرح عشر أسئلة شفوية على أربعة وزراء والأسئلة الشفوية المبرمجة خلال هذه الجلسة يتم ذكرها كالتالي تخص كل من القطاعات الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية والتعليم العالي والبحث العلمي والفلاحة والتنمية الريفية وكذلك الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وأيضا مع أهم تصريحات رئيس المجلس الشعبي السيد إبراهيم بغالي إن الجودة التشريعية كأهم دعامة لبناء دولة القانون تعني الارتقاء بالقيمة البنيوية والموضوعية للتشريع بما يساهم في تعزيز مبدأ الأمن القانوني والذي هو أساس الأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي والأمن الغذائي والأمن المعلوماتي إلى آخره المنصوص عليه صراحة ولأول مرة في المادة رقم 34 من الدستور ومبدأ الأمن القانوني لا يمكن أن يتحقق إلا بتحقق ثلاث مطالب أساسية تتلخص فيما يتم ذكره مطلب ذمان الوصول إلى التشريع ومطلب وضوح التشريع ومطلب استقرار التشريع وإن دورنا كمؤسسة تشريعية يحتم علينا البحث الدقيق عن القيم والمبادئ التي ينبغي أن يستذل بظلها أي تشريع نسع لصناعته من خلال تحديد أهدافه ومراميه وحصر نطاقه وتهيئة مقاومات فعاليته والأمر لا يتوقف عند تضمين المبدأ في الدستور فحسب بل يجب أن تتم ترجمته في جودة النصص التشريعية والتي نصنعها بالشكل الذي يزرع الثقة وطمأنينة لدى الشعب الذي نمثله ونمارس مهامنا بإسمه ولحسابه والأمر يحتم علينا العمل كمؤسسة تشريعية على سياغة بنية تشريعية متينة تهدف إلى تحقيق الاستقرار وتسيدي دولة القانون والتي تصهر على تعزيز احترام أسس الأمن القانوني الخالي من المظاهر التي تؤثر سلبا على استقراره وكذلك تفاديا لتعديلات المتكررة غير المبررة للقاونين التي قد تنطوي عليها المصالح الذاتية أكثر من المصالح العامة ومن المؤكد أننا أمام العديد من التحديات أبرز وتحقيق الجودة التشريعية والتي نصب إليها جميعا لكننا واثقون ومتفائلون بأن تكثيف الجهود سيقود إلى تحقيقها بما يعزز الأمن القانوني في وطننا الحبيب وكذلك مع آخر خبر لنهار اليوم حيث استمعت لجنة المالية والميزانية برئاسة رئيس اللجنة إلى سيادة وزير السياحة والصناعة التقليدية وهذا في السياق دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021 وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرنمال حيث قال ممثل الحكومة والذي ورد في عرضه الاستهلاك الإجمالي للميزانية لسنة 2021 وصل إلى 2.869.000 دينار جزائري ما يمثل نسبة 88% من مجموعة الاعتمادات النهائية حيث وصرح أعضاء اللجنة في تداخلاتهم وقدموا جملة من الانشغالات والتساؤلات تمحورت حول ضرورة تضافر جهود جميع القطاعات الوزارية للنهوذي بقطاع السياحة نظرا لما تزخر به الجزائر من تنوع في غطائها الجغرافي وتسريع عجلة المشاريع المعاطلة وإعادة النظر في بعض النقاط السياحية وفق مخطط التوسيع السياحي والحف على ترقية الصناعة التقليدية من خلال تثمين المورث الثقافي والترويج للسياحة بالطرق الحديثة وتشجيع التكوين واستحداث مناصب شغل عبر مختلف الهيكل والمركبات السياحية والمطالبة بدعم السياحة الدينية والصحية والجبلية والحموية وواقع مناطق التوسع السياحي المعتمدة وإيجاد سيغة قانونية لحماية العقار السياحي وتشجيع الاستثمار في القطاع وهنا متابعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم ابقوا في المتابعة ليسلكم جديد الأخبار اليومية في الجزائر ودمتم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر